السلام عليكم ورحمة بأصدقاء المبدعين معكم خولة واليوم رح أشارككم فيديو صنع صفحة في مذكراتي روتكم الجزء الأول من هذا المذكرات نفسها بالضبط صوتها في البيت بروحي وتصفحتها معاكم الحين هذا الدفتر الثاني والجزء المتبقي من هذه السنة بإذن الله أقدر خلصة اليوم صفحتي عبارة عن لعبة Animal Crossing اللي موجودة في النينتندو طبعا إحنا أقل عن السنة من بدينا نلعبها بعد ما أختشترت حق مزون نينتندو فأنا أخذت لها هذه اللعبة لأنها سهلة وفيها أشياء يعني ضريفة أنه ممكن مثل هي ما تحبها أنها تبدل ملابس والشعار وتعدل فأنا وهي نلعبها مع بعض طبعا الصورة اللي في جهة اليمين أول ما بدينا وبعدين تطرينا أن نحذف البيانات كمالها مرة ثانية ونبدأ جزيرة ثانية من البداية فستوعدنا جزيرة يديدة فنشتغل عليها طبعا تعلمنا ويد في الأول مرة ما بدينا لكن ما أنا أعرف دايما نشوف اليوتيوب كيف نسوي هالأشياء وكيف نطورها فبعدين طبعا في الجزيرة الثانية ويد يعني تطورنا أسرع لأن نستوى أسهل الفكرة يعني كاراتي فقررت أني أني أخذهم وصح استخدمتهم تقريبا الحين كذا صفحة وغالبا للخلفية طبعا أول ما بديت قلت لأ لازم أحط خلفية وأغير لا تكون عندي خلفية بس بيضة فقررت استخدم هذا الباترن لأنه مناسب مع الشخصيتي في صورة الجهات اليسر شخصية اليديدة أولا طبعا ما نوصل جزيرة يحطونا اللبس اللي نكون لابسينا فتقريبا نفس الباترن بس ما بنفس الألوان حاول تقريبا ندور ألوان متشابهة وقريبة من الصورة الغريب في الصور أنه ما في لون وردي غالبا كل صوري كل صفحاتي فيها لون وردي طبعا لون اللي أحبه بس هالمرة ما فيه فكان شوي تحدي إني أتجنب إني أختار شخصيات فيها وردي أو استكارات فيها وردي طبعا لصقتهم باللصق اللي دايما أحب أستخدمه وللأسف باقي شوي منه أحاول أدور مثلا ما حصلت نفسها بالضغط بس حصلت واحد شبيهة شكله خلص من الباع أو ما يوفروا مرة ثانية كنت وايدة استخدمهم كان فيهم ثلاث أحجام وأدري إذا كلمت عنهم سابقا في فيديوهاتي الماضية بس وايدة أحبهم أحبهم أنهم من الجهتين يلصق استخدامها طبعا سهلة بس ما يحتاج مقص بيدنا نقص نقص الكمية اللي نحتاجها ونحطها ومشاء الله اللصق قوي فلازم دايما قبل لألصق أي شيء أكون حذرة ومتأكدة لأني ما أقدر مرة ثانية أخوز الورقة إذا لصق أكتب هذا اللصق وغايد قوي ما شاء الله فشفتوا الصفحة البداية طبعا الصفحة البداية بس عشان تحمس حطيت فيها التاريخ الماضي لشتخترت شهر سبعة يمكن لأني انتهيت من شهر في شهر سبعة للماضي فالمهم حطيت التاريخ في هذه الصفحة طبعا كل صورة أحب أني أمشي بالترتيب بالتاريخ يعني من القديم إلى الجديد بس مرات أنسى صورة أو أنسى فكرة أو أنسى هذا فأقول ما علي أحطها يعني في الوسط استخدمت الورقة الثانية للونها شوي أو فيها زحمة أكثر عشان تكون لي إطار وتبرز عندي الصور أحب دائما أني أبرز الصور غالبا بالأوراق اللونهم أسود بس خلصوا عندي الأوراق اللونهم باللون أسود طبعا انصدمت تم يتدور أشوف القصاصات اللي عندي قادة الإمكان أستخدمهم محتاجة أزور مكتبة قريبا إن شاء الله أروح مكتبة جارير بس دائما أتجنب طبعا أني أطلع لأني إذا طلعت مكاتب فأتشجع عني أو تيتحمس زيادة فأخذ لي أدوات زيادة ما أحتاجهم بس حلمين جميلين ضريفين أوه يمكن أستخدمهم فعشان سي أتجنب إني أروح بس حاليا محتاجة لون أوراق لونهم أسود ومحتاجة أوراق كبار بعد لياسة محشر فا 12 إنش لون أبيض يلا الله يرزقني إن شاء الله بطلعه استخدمت المنصقة طبعا المنصقات يأتي فترة بس يسع على علي إكسبرس وشوف المنصقات والاستكرات الجميلة والأنيقة فأخذهم طبعا أغلب اللي أخذتهم في الفترة الأخيرة أحاولت أن يكونوا شخصيات عشان أدخلهم في مذكراتي أكثر شيء أكثر من السكرة بوكينج فحاطت لهم كلهم تقريبا مع بعض فأطلعهم وأدور الأشياء اللي تناسب صورتي وصفحتي ولأنهم مصنوعين من الواشي تيبس خلال هذا النوع وفيهم شفافية فإذا لصدتم على صفحتي اللي استوات فيها خلفية مزدحمة ما راح تبين تفاصيل الشخصيات اللي اخترتهم والورود والألوان فألصقهم على ورقة بيضة بعدين أرد قصهم مرة ثانية حوالهم طبعا أنا ما بخلكم تشوفوا هذا العملية الطويلة اللي خطت مني وقت طويل بس أنا طبعا أستمتع لما أسوي هالأشياء التفاصيل الصغيرة أستمتع فيها وأنا غالبا أسماع وأشوف ومرات طبعا ما أكملها خاصة هذا اليوم كان واحد تقطعات يعني كل مرة أوقف شوي بعدين أكملها لأنه عندي بنتي شيخة سنة وتسعة شهور فدايما معاها وتناديني فأوقف وأرد بعدين أكمل لما تنشغل في شيء أو لما تنوم فاستخدم مرة ثانية طبعا لصق عشان ألصق المنصقات اللي كانوا المنصقات طبعا هذا الشيء عادي ما يزعجني أحب أهم شيء أني تكون نتيجة الصفحة تكون حلوة وجميلة استخدمت هذا اللصق هذا اللصق عندي من زمن ما أعرف أربع خمس ست سنوات يمكن من زمن عندي أتوقع أكثر عن ست سنوات فاستكنت استخدمها للأماكن الدقيقة وطبعا لأنه ضايع مع الأقلام والأشياء الثانية فما وايد استخدمته فحاليا اتذكرتها لأنه يعني محتاجة أني أستخدم في أشياء صغيرة فقررت أني أطلعها وفي باقي شوي منها يعني كمية اللصق فيه شوية بس ما شاء الله يشتغل جودتها عالية فقررت طبعا أني إن شاء الله أتذكر أني أخذه من موقع سكراببوك دوت كوم جدا حلو وطبعا لصقها مناسب زين وما يخترب ما يشف اللصق على الراس لأنه نفس القدم فأنا أنصحكم طبعا مثل ما شفتوا استخدمت طبعة الليبلز اللي تكلمت عنها مسبقا ممكن من أسبوعين وكتبت الأشياء اللي أبو أكتبها الجورنر حسيتها يعني خاصة اللي أكتب الأشياء يعني عبارة مبوغاية طويلة أو ما رح أملي الصفحة كلها كلام بس يعني ثلاث يعني سطور قليلة فأستخدمها أحس يعني تطلع شوي صفحة شكلها حلو ومرتب أدري ما هو وايد واثقة من خطي بس هذه الطريقة حبيتها واعتمتها فأستخدمها طبعا بعدين طلعت هذا الدفتر عندي بعد من زمان وحاليا أحاول مثل ما قلت لكم أستخدم أدواتي فقررت أني أستخدم مكتب باسم اللعبة Animal Crossing فطبعا أغلب طبعا فيه ألوان وايد بس وأنا أدور بعضهم ما أصن يعني مكتب ما استخدمت وما في كل الحروف فلازم أتأكد كيف الصح للكلام وبعدين أتأكد أن كل الحروف موجودة مرات يعني أضطر أني يعني أستخدم خطوط متنوعة عشان أكتب الكلمة بس عشان أني أستخدم يعني ما أبقيها منتطويلة فيه أخاف أنها تخترى بيوم الأيام وطبعا بديت أول شيء أكتب الكلمة اللي تحت Crossing عشان أكون عندي شكلها مرتب وحلو بعدين كتبت كلمة Animal فوق Crossing طبعا عشان يعني شيء جمالي ومنظر حلو وطبعا آخر شيء ما ننسى التاريخ الصور غالبا حتى تاريخ الصور ما تاريخ الكلام مرات يعني الكلام إذا إذا كان قريب أو أني يعني حدث معين غالبا مرات يكون حتى ما فيه صور وهذه صفحتنا لليوم وهذا هو فيديونا أتمنى أنكم معيبكم استفدتوا واستمتعتوا أو ألهمتكم حتى لو قليل أنكم يكون عندكم دفتر تضموا فيه أفكاركم أو لحظاتكم الجميلة أشياء التي تحبوها التي تخليكم مسعيدين تردو لها بعد كم سنة وتشوفوا كيف كنتوا يعني ما أتوقع أني بعد عشر سنوات رح استمر رعب هذه اللعبة أو أنها رح تكون متوفرة أو أي من الذكريات الماضية فحلو أن يكون عندكم مذكرات تكتبوا ما لازم يكون عندكم صور ممكن ترسموا إذا تحبوا أو تطبعوا من الإنترنت الصور اللي تحبوها وإذا شاركتوا شاركوني بداعاتكم استخدموا هاشتاق مع خولة وبإذن الله نلتقي قريب بفيديوهاتي ديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر